أكد الرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الأفريقي ماكيسال أن تمسك القارة السمراء بإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية مبني على حل الدولتين وشدد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والثلاثين أن الدول الأفريقية لا تزال تواجه الأزمات التي تواجه العالم مشيرا إلى أن إحلال السلام في أفريقيا لا يزال هدفا بعيد المنال في ظل انتشار الإرهاب في دول القارة وشدد الرئيس السنغالي على ضرورة تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة وإنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب داعيا مجلس الأمن الدولي بالتزام بشكل أكبر بمكافحة الإرهاب في أفريقيا